أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاغد فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زجننا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها وجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أوقوا فيها سمعوا لها شهيط وهي تفور تغادز من جز من الغير كلما أنقي فيها فوج سألهم خسنتها سألهم خسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير فأدرفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم جهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسب بكل الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسقا فستعلمون كيف نذير ولا قد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبزن ما يمسكهم إلا الرحبان إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنة لكم ينصركم من دون الرحبان إن القافرون إلا في قرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي أهداء من يمشي سبجا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم ما جعل لكم السمع واللبسخار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في العزب وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما يرأوه زلفة من نسية وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأي ذم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير القافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأي ذم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر